طرف الوقوع وخمسين بالمئة طرف عدم الوقوع الحالة الأولى وهي حينما يكون الإنسان قاطعا وحينما يكون الإنسان مخيقنا هي درجة مئة بالمئة في نفس الإنسان هناك حالة أخرى وهي فيما إذا نقل ناقل خبر من الأخبار وهذا الناقل عادتين ما معروف عن نفسه لكن الإنسا أيضا ما معروف عندك عادي وما معروف عندك لكنه أيضا ما مشهور عن نفسه ونقل نخبر إنه كلان استشهد مثلا أو الحادثة الفلانية صارت في هذه الحالة انت قبلت الخبر بدرجة 90 دم قبلت الخبر بدرجة 90 دم هذا الحالة شنو نسميها نسميها حالة الظن يعني نرجح الطرف الوقوع والطرف الآخر شنو فات صار مرجوع ولذلك الطرف الراجح نسميه الظن الطرف المرجوع شنو نسميه نسميه الوهل فراح يصير عندنا شيئا الظن والوهل الظن والوهل النسبة بيناتهم شصير نسبة عكسية كل ما يزيد الظن كل ما ينفقه بالوهل كل ما يزيد الوهل كل ما ينفقه بالظن الوهل إلى حد أعلى اللي هو شكاة 49 دمية الظن إلى حد أعلى اللي هو معدون 100 دمية وإلى حد أدنى اللي هو 51 دمية الظن حد الأدنى حد الأقال 51 دمية وهو معدون 100 دمية الوهل الوهم حد الأعلى الظن حد الأن Nissan 50 دمية الظن حد أعلى إنه إذا عندك فرد الظن بدرجة 51 دمية شيء قابله؟ قابله وهم بدرجة 49 دمية من يصير 52 يرتفع هذا؟ لن ينزل 48 الدمية من يرتفع هذا يصير 90 لكن شقد يصير 10% من يصير 99 هذا لكن شنو يصير 1% 99 منا فإذا الحد الأدنى هو أكثر من الصفر والحد الأعلى بالظنة هو أقل من 99 إذا صار أكثر من 99 على الظنة الحد الأدنى للوهم هو أكثر من الصفر الحد الأعلى للوهم هو 40 منا الحد الأدنى للظن الحد الأقل 51 منا الحد الأعلى هو 99 منا ناهم ولذلك عند السعودين أعتبرون الأطمئنان حجة ما يعني الأطمئنان؟ يعني هذا علم على قناة الواقع واحد مقمئن مذعن هذا اللي هي حالة أكثر من حالة الظن وأقل من حالة اليقين المهم الآن الظن حالة نفسية معقلية يعني علم الجانب النفسي لا أخرج أسف المواعد الظن واليقين موردي التفضيق يعني موردي التفضيق الظن واليقين أما الشهر والوهم فهما موارد الجهل وليس من موارد الأول هناك فرد ملاحظة هنا له صفحة 18 بالكتاب في السطر نقرأ من السطر الثاني في صفحة 18 والثاني هو تجويز الطرفين له ثلاث صور قال والأول يعني عندنا نقرأ من أول الموروح يقول وتوضيح ذلك أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار يعني أي خبر من الأخبار صدر واحد نقرأ قال لك مطرة الدنيا مثلا فأنت لا تخلو عن أحدى حالات الأرباع إما الحال الأولى إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه أما وقوع الخبر يعني أنه الدنيا ماطرة أو عدم وقوع الخبر أنه الدنيا مو ماطرة هذه حالة حالة اليقين وأما أن تجوز الطرفين يعني طرف الوقوع إلى فرد نسبة وطرف عدم الوقوع إلى فرد نسبة وتحتمل الطرفين معا والأول هو اليقين الذي ذكرناه الحالة الثانية وهي تجوز الطرفين احتمالهم معا يعني طرف الوقوع وطرف عدم الوقوع هذه الحالة الهتدف الصور الصور الأولى لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان يعني طرف الوقوع وعدم الوقوع هذا 50% 50% الدنيا ماطرة 50% الدنيا مو ماطرة كما لو نقل لك ناقل وهذا الناقل تشك في نقولاته وفي أخباره فشككت في هذا الخبر أنه الدنيا مطرس بمكان كلاني أو ما مطران فهذا هو الشر أن يتساوى الطرفان في الاحتمال لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال هذا الحالة الأولى أو يترجح أحدهما على الآخر واحد يصير منهم راجح يعني صاعد واحد يصير منهم مرجوح يعني شنو نازل فإن تساوى الطرفان 50% من هالطرف طرف الوقوع 50% طرف عدم الوقوع فهو المسمى بالشر وإن ترجح أحدهما ياه طرف الوقوع فرض ما ترجح صار عندك واحد وخمسين واحد وخمسين بالمئة أو ثمانين بالمئة سبعين بالمئة ستعين بالمئة إنه الدنيا ماطرة فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن الذي هو من أقسامzil واليقين أيضا القسم الأول lokinar فيها ما هو الراجح den طفعه وإن كان المرجوح وإن كان المرجوح بإليس أيضا إن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهن leben لا ما يصير راجح لا الطرف الآخر يعني انه مو ك hearing لا يعني عدم وقوعه هو المرجوف عدم وقوعه هو موسيقى التصديق Shakeえ التصديق انت ترجح احد الطرفين طرف الوقوع او عدم الوقوع احنا له المهم ان الدنيا ماطرة او ماطرة فالمهم احنا نرجح حالك اما حالة المطر او عدم المطر الطرف الزايد يعني الطرف الراجح هو دائما شي صير يصير ضن الطرف النازل اللي هو منه اللي هو المرجوح دائما يصير وحان وإن كان المرجوح الطرف الآخر فهو الوهم المرجوح الطرف الآخر من يعني الطرف الآخر عدم الوقوع يعني عدم الوقوع نحن في مثال قلنا نقل ناقل أنه مطارة السماء هذه مطارة السماء جوزنا الطرفين طرف وقوع المطار وطرف عدم وقوع المطار صار عدم وقوع المطار صار عدم بدرجة 90% فصار عدم صاعد راجح يعني الطرف الآخر صار عدم بها درجة درجة 10% صار عدم نازل مرجوع فدائما الراجح الظن والمرجوح الوهم العلاقة بين الظن والوهم علاقة عكسية كل ما صعد الظن كل ما نزل الوهم كل ما صعد الوهم كل ما نزل الظن طبعا هذا المعنى اللي بيناه يتلقص فيما يأتي إنه اليقين يعني اليقين مورد للتصديق والظن مورد للتصديق يعني أقدام التصديق هي اليقين والظن اليقين عندنا في الواقع إلى قسمين يعني يقين بالمعنى الأخاص يقولون ويقين بالمعنى الأعم اليقين بالمعنى الأخاص يقولون أنه هو الاعتقاد الجازم لا عن تقليد والذي لا يحتمل النقير الاعتقاد الجازم لا عن تقليد والذي لا يحتمل النقير بينما هذا اليقين اللي هو بالمعنى الأعام هذا هو الاعتقاد الجازم سواء كان عن تقليد أو مو عن تقليد طبعا الفرق بين الاعتقاد بينما يكون هذا الاعتقاد عن تقليد بينما يكون هذا الاعتقاد ليس عن تقليد شلون يعني يعني مرة أنت يمكن لك فرج ناخل أو أثر للنافل يقول لك يا بأس بره فرض موجود كلاني كلاني بره هذه الغرفة لا يجي وفرج ثنين من الأخوة الآن العدود نقولون لنا قالوا يا بأس يجي شيخ كلان بره هذه الغرفة